سيداتي وسادة الأوكرانيون الأعزاء أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة لقد عقدت اليوم اجتماعاً للقيادة العليا وكان الموضوع الرئيسي هو الوضع في الجبهة استمعت إلى تقارير مفصلة حول كل اتجاه وبشكل عام عن عملياتنا الدفاعية وأعمالنا النشطة والجميع في أوكرانيا يعرفون أين يدور القتال الأشد خدة الآن كما قمنا بتخليل جميع القضايا المتعلقة بالقضائف قضايا السد العجز فيها وتزويد القوات المسلحة بها والاتفاقيات مع الشركاء والإنتاج المحلي إنه أمر مهم للغاية أن الإنتاج الأوكراني للأسلحة والمكذوفات يظهر ديمنامكيات إيجابية وأنا ممتن لكل من شارك ولكل من يعمل من أجل إنشاء مرافقنا الخاصة هنا في أوكرانيا ناقشنا اليوم بشكل منفصل حماية دولتنا من الإرهاب الجوي الروسي سواء المدن الخدودية أو الواقعة على الخطوط الأمامية ونحن نعمل على زيادة عدد أنظمة الدفاع الجوي والتوفير الذخيرة المناسبة للحماية من الغرات الجوية والضربات السرخية الروسية إن السيطرة على السماء هي مفتاح للسيطرة على الأرض والأمر الثاني لهذا اليوم أقدت اجتماعا حول عملنا مع شركاء في الاتحاد الأوروبي وعلاقات مع الدول الجوار إن أولويتنا هي الأقلعانية في العلاقات ونحن نهد خطواتنا المقابلة أما الأمر الثالث فهو اجتماع حول الوضع المالي وهامل مأمورية الضرائب والإرادات الضريبية استمعت إلى تقرير عن العام الماضي وأولوياتنا للعام الجاري الشيء الرئيسي بالنسبة للدولة ومجتمعنا بأكمله هو أن تكون لدى كل رجل أعمال أوكراني فرص للعمل الاقتصاد النشيط وبالتالي أن تتمكن الميزانية الأوكرانية من الاعتماد على إمكانات اقتصادنا ويجب على الدولة ومؤسسات الدولة وكل مسؤول بذل قصار الجهد لدعم الأعمال التجارية المشروعة أنا منتن لجميع الرواد الأعمال الأوكرانيين لكل من يبقى في أوكرانيا ويحافظ على شركته ووظائفه إن الوظائف اللائقة في أوكرانيا ونشاط كل شركة تعمل على نحو المشروع كل ذلك يشكل أحد الأسس الرئيسية لقوة أوكرانيا اليوم نحن نطلق آلية جديدة للتواصل مع الرواد الأعمال وليس فقط مع أبرزهم نحن نعمل على إنشاء منصة اقتصادية لعموم أوكرانيا من شأنها أن تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة من مناطق مختلفة من بلادنا بما في ذلك المستثمرين والشركات التي تم نقلها سيتم تمثيل مجتمع آمالنا بأكمله على المنصة الجديدة ينبغي على الحكومة بالتهاون مع مكتب الرئيس والإدارات الإقليمية والخبراء تنظيم عمل هذه المنصة والمهمة الرئيسية هي جعلها أداة للتواصل الفعال بحيث يكون هذا التواصل يستند إلى القرارات التشغيلية التي من شأنها أن تخلق علاقات تبيعية جديدة لا سيما بين الضباط إنفاذ القانون ورجال الآمال نحن بحاجة إلى المزيد من الثقة في الأعمال التجارية والمزيد من النشاط الاقتصادي المشروع في أوكرانيا نحن بحاجة إلى مزيد من المنتجات الأوكرانية في مختلف الصناهات لقد وقعت للتو مراسمة من شأنها أن تجعل من الممكن إنشاء آلية للتواصل هذه وهي مجلس الأعمال التجارية على النحو المحدد في قرار الأخير لمجلس الأمن القومي ومنصة عموم أوكرانيا للتنشيط ريادة الأعمال أشكر كل من يناضل ويعمل من أجل أوكرانيا وجميع شعبنا ومجتمعنا أشكر كل من يفهم أن العمل على جعل أوكرانيا قوية هو الذي يقربنا من إنهاء هذه الحرب على النحو العادل من خلال الانتصار الأوكراني المجد لشعبنا، المجد لأوكرانيا ترجمة نانسي قنقر